هناك أرى علاقة زوجية جميلة سعيدة لكن أرى تأثيرات خارجية تصر على تدمير هذه الأسرة السعيدة وهذا الاستقرار وهذه الحماية الجميلة أرى امرأة كبيرة وأخرى صغيرة يعني طاقات سلبية والطاقات ديال هذه النساء هذه المرأة الكبيرة والصغيرة هي هوائية ومائية هوائية خاصة الجوزاء ومائية خاصة العقرب وخا هالطاقات السلبية لها ديال المرأة ديال النساء وخا هوائية مائية هوائية خاصة الجوزاء ومائية خاصة العقرب كذلك ارى عزيزي برج الحوت المتزوج ان هناك القليل من تبذيل المال ربما في العاب الحظ او شيء من هذا القبيل ارى صراع وفوضى يعني هناك حماية وصراع صراع وفوضى يعني ارى انكم ان ربما هذه المرأة الصغيرة والكبيرة يظلمونك عزيزي برج الحوت انت انسان طيب ما اراه في الكرب تحب اسرتك تحمي اسرتك تدافع عن الاسرة لكن هذا يعني هذه الطاقة السلبية يعني تحول حياتك الى حياة تحول تحاول ان تحول حياتك السعيدة الى جحيم واخا هذا ما ارى في الحياة الزوجية لكن ارى ان هناك حماية ودفع من طرف يعني الزوج او الزوجة واخا والان اه لنرى ما هي اه وضعية المرتبط نعم المرتبطين مرتبطين من لديه حبيب واخا بسم الله اتمنى لكم حظ سعيد واللي يعني بقوا معانا يعني من رأى من من استمع لطاقة المتقوا معي حتى النهاية نعم لان القراءة للكل هي هي رسالة لبرج الحوت وخارج رسالة لذلك الانسان لطاقة هذا الانسان لذلك يعني امسحكم بمشاهدة كل الفيديو والاستماع لكل الرسائل لانها الطاقة يعني تكون اه متشابهة حتى وان كانت الوضعية مختلفة واخا نبدأ بسم الله بالمرتبطين المرتبطين ارى انها يعني العزيزي برج الحوت يرى ان هذه الوضعية بطيئة هذه كارت الانتظار الطويل كارت يعني الاشياء البطيئة يعني طاقتك هي السلحة يعني تعبت من الانتظار واخا وهذه الكارت انت تريد يعني الاستقرار والزواج والحبيب سيطلب منك الزواج لكن هذا انت يعني ربما انت تصر وانا انصحك انصحك يعني اه لا تضغط عليه خليه عندما يعني سيتمكن سيفعل ذلك لان هذا هو المصير يعني الزواج والحياة السعيدة معا نعم هناك حب وسعادة لذلك يعني باللات يعني بالهدوء واخا بالهدوء فسيصل كل شيء يعني كل شيء جميل والان لنرى ما هي طاقت المنفصلين طاقت المنفصلين هذه هي طاقت المنفصلين انا انا مفهمش منفصلين يعني لا لا ادري كارت غريبة هناك حب تحبينه ما زلت تحبينه ما زال يحبك يعني هناك حب بدون شك هذا ما يقوله القرد يعني الباب مفتوح للحب وارى ان هناك سيكون هناك عن قريب وان شاء الله تواصل ورسائل وللبعض منكم حتى الرجوع يعني هاد الكارت هي الرجوع انا ارى يعني لا ادري لماذا انتم منفصلين الله اعلم لكن هناك حب هناك حب من الطرفين لكن انتم منفصلين ما عرفتش علاش الله انا هاد شيء يعني كنت بقي يعني محيرني لكن هذه هي الحيض انا ارى حب جميل الله يربي يعني هاد الكارت ما خرجت لي كارت زوين هادي وهادي يعني حب حب حقيقي لا ادري لماذا انتم منفصلين مهم مهم لكن انا ارى تواصل وحتى الرجوع لبعض منكم لا ادري حب حب وانتم منفصلين لا افهم لنواصل والان مع من ليس لديه علاقة واخه من ليس لديه علاقة واخه هذه غنغطيها لانها ما اريها هذه كارت العالم واخه سابدأ بكارت العالم لمن ليس لديه حبيب تقول لك هذه الكارت كارت العالم انه لديك فرص كثيرة العالم يتيح لك فرص كثيرة يوميا وقد لا تراها كل ما عليك هو ان تتحرك عزيزي برج الحد واخه تحرك ارجوك اخرج هي مثل برج الثورة يعني خذ حمام او خذ حمام يعني انا اتكلم مع الرجل والنساء واخرج يعني لا تبقى في هذا التشام والوحدة اخرج ارجوك كذلك تقول الكارت باللاتي باللاتي نعم انتم ليس لديكم حبيب لكن ارى انه ربما اه هناك شخص معين بعيد رغم سافات اه ربما هناك شخص معين بعيد يعني تتواصلون معه ربما عبر الانترنت هذا ما تقوله هذا الكارت وانت تريد ان تعطي حبك يعني انت يعني عيت من الوحدة انت يعني قلبك يعني تريد ان تعطي الله انش حال زوين زوين هذا تريد ان تعطي حبك وانا ارى سعادة واخا لا ادري مع من لكن انا ارى سعادة واخا ارى سعادة لمن ليس لديه حبيب ارى فرح واحتفالات وربما هناك يعني احتفال يعني في حياتك ليس في قلبك فقط بل احتفالات لا ادري عرس زواج يعني اخرج تخرج مشي يعني الحافلات التي يعني يعني التي يعني التي في حياتك هناك زواج او اي حفلة فاذهب للحفلة اخرج هذا ما تقوله هذا الكارت لكن كذلك هي كارت السعادة سعادة ستدخل الى حياتك طاقة ترابية واخا بيدها كأس الحب هذا ما تقوله هذا الكارت يعني كانت قراءة جميلة واخا وفيما يخص هذه الطاقة اذا كنتم يعني ما زلتم يعني انتم في هذه الطاقة يعني طاقة الحزن انت سوف تحقق يعني في كل القراءات انت سوف تحقق كل ما تتمنى ومن خلال قوتك العاطفية يجب ان تكون متفائل واخا من خلال هذه القوة انت ستحقق لاني ارى كل القراءات كانت جميلة وايجابية كل ما عليك هو ان تكون متفائل وايجابي واخا لان رغم الظروف يعني نعم كل واحد لديه ظروفه يعني يعني صعبة او لكن كل واحد لديه ظروفه لكن هناك اشياء كثيرة هناك بزاق ديال حويج في هذا العالم تزد من طاقتك الايجابية واخا مهما كنتم في هذه الوضعيات الحزينة او مشاكل طبعا هناك مشاكل كثيرة احيانا يعني المشاكل تؤثر في الانسان لدرجة انه حتا يريد ان يترك حتى اسرته يعني حرام عليكم هاد الناس اللي كيدخلو في في الاسر حرام 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 يعني ناس سيئة حرام عليكم يعني يعيشوا حياتكم خلو الناس يعيشوا حياتهم عايش كيدخلو بين زوج يعني علاقة زوينة حرام عليكم علاقة زوينا واسرة جميلة وهناك حتى اطفال عرفت هاد السحب يعني هاد القراءة دي المتزوجين. آآ ذكرتني بمسلسل قديم جدا انا كنت صغيرة. اسمه مسلسل ديني اسمه الازرق. واخا. هاد المسلسل يعني انا لا اتذكر حتى يعني دي المسلسل لا اتذكر. فقط يعني كنت اتذكر ان هناك عجوز سيئة يا ربيج حلق بيها. وكانت سيئة جدا مع زوجة ابنها وتظلمها وتضربها. كم كانت سيئة تلك العجوز. وربما هذه هي وضعيتك عزيزي الحود المتزوج. كان المسلسل زوين زوين الازرق كان سميته. يعني وكل ما اتذكر وهو يعني الطفولة. انا من مواليد اواخر ثمانينات واتذكر هاد المسلسل كانت عجوز. يعني تضرب. كان لديها عود وتضرب مسكينة يعني البطلة. البطلة يعني كانت تضربها. زوجة ابنها. يعني كانت امرأة سيئة سيئة. ربما انتي عزيزي الحود تعيشينا في هذه الوضعية. مهم. كانت قراءة جميلة. لنرى ما هي رسائل. رسائل. كنت احب الموسيقى عندما يبدأ المسلسل تن 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 تن. شيء من هالا القبيل. الله شحال زوين. طفولة زوينة. طفولة ديالي كانت جميلة جدا. براءة. مش بحال اليوم الانترنت. هاد المهم. اللي نواصل. كرتة الشجاعة. هاد الكرت يقول لك كن شجاعا وفعل ما يأمره بك قلبك. يعني كن مخلصا لقلبك. يعني الصبر. الصبر عزيزي تصبروا لانها كل كلكم يعني كل هاد الوضعية تحتاج للصبر. الصبر مفتاح الفرج. وهذه كرت العزلة. يعني ابتعدوا شيئا ما عن العالم المادي. ولا تعطوا اهمية لهذه الاشياء السلبية وهذه الشكامة وهذه الناس اللي ما عندهم ما يديروا. يعني هذه هي الطاقة السلبية التي تتدخل. يعني هي 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 طاقة هي طاقة سلبية هي طاقة مريضة. يعني هاد الناس يعني الله يسامحهم. هي هي ناس مريضة. هي يجب ان تعالج نفسها. نحن لن نتكلم السوء عنهم ولا اي شيء. لكن انت ابتعد عزيزي برج الحوت. خليهم يديروا اللي بغوا. لكن انت ابتعد. وكن قريبا من الله. ومن جديد اعيد. ايمانك. يجب ان يكون قويا. لان هذا هو السر. السر هو الايمان. والان ايمان ستتكلم. لمن يعيش في هذا الحزن. اه كنت اقول ان هناك اشياء كثيرة في هذا العالم. هناك بزبدي الحويج يمكنكم ان تقوموا بها لكي لكي تعود تلك الايجابية. مثلا اشياء بسيطة اشياء بسيطة. ما خلقه ما خلقه الله لنا. الشمس. شروق الشمس انا احب يعني كالنطبكري انا يعني اقوم باكرا واحب رؤية شروق الشمس. هذا شفاء. هذا شفاء. يعني شروق الشمس شيء جميل. واحس باني قريبة اكثر من الله. بالليل. النجوم. نعم. القمر. هذا شيء جميل. حضن الام يا احبابي. ما في احلى من حضن الام. الحب الحقيقي. الحب القوي. حضن الام يا حبيبي. يا حبيبي برج الحوت. ولكل الابراج. لكل الناس. حضن الام. وقاية وعلاج وشفاء. لكل شيء. او لمن لديه ابناء. عناق الابن. هذا منبع الحب. يعني ومنبع الامان. مصدر قوة عظيمة ان تحضن ابنك. والدعاء. ما سيد. الدعاء. الدعاء. ادعوني استجيب لكم. وصدق الله العظيم. فخير الكلام. ما قل ودل. صافكم للناس اللينا. شكرا لكم. كانت هذه القراءة جميلة. اتمنى لكم الخير. وصبرا جميلا. اسلام عليكم. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم.